كنا بنتكلم من شوية عن وفاة الفنان الكبير والقدير أحمد خليل حيث كان لنا حضور للجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من الفنانين ومحبي الفنان الراحل طبعا بمجرد معرفنا بالخبر يمكن احنا أعلمنا بكم حضراتكم بالخبر فور يعني علمنا به وطبعا الصور دي منذ قليل لأن حضراتكم عارفين أن تم صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة الظهر وطبعا هذا الرجل كان بيتمتع الحقيقة بصمعة حسنة جدا على المستوى الإنساني وعلى المستوى المهني كان محبوب يعني أي عمل الحقيقة كان بيشارك فيه كنت حضرتك أو حضرتك بتتأكده تماما أن دعم المحترم بيحمل قيمة كان تاريخ كبير جدا الأستاذ أحمد خليل وجوده كان شرف كبير لنا والله كمجتمع مصري أو حتى كمجتمع عربي كان بيجيد تأدية كل الأدوار أنت كنت بتقتنع تماما اللي اقتناع به وهو بيقدي دور فأي شخصية هو بيقوم بيها فالمشهد اللي احنا شايفينه مع حضراتكم دلوقتي ده هو طبعا منذ قليل فيه أعقاب صلاة الجنازة الحشد الكبير رغم الكورونا والتحذيرات لكن الناس ما قدرتش تمنع نفسها أن هي تكون موجودة في لحظة وداع الفنان الكبير أحمد خليل اللي احنا طبعا بنتمنى له الرحمة والمغفرة وأن ربنا سبحانه وتعالى يتغمده بواسع رحمته كلنا أكيد بندعيله وبنقرأ له الفتحة وده طبعا واجبنا تجاهه لأن الرجل ده يا ما أسعدنا ويا ما عمل أعمال كان ليه تأثير كبير فيه المجتمع المصري والمجتمع العربي كان مترجم حقيقي لكتير جدا من الأضايا اللي احنا بنبر بيها كمجتمعات أعربية ربنا يرحمه ويحسن إليه